رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي لا يمطط المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر ومن أراد العلا عفوا بلا تعب عصوا بلا تعب قضى ولم يقضي من إدراكها وطن السلام عليكم ربي أعطيكم ألف عافية جيل 2008 من هنا نتوكل على الله ونقول الحصة الأولى من منهاج اللغة العربية في التوجيه الجديد أستاذ الله يرضى عليكم الدوسية صارت جاهزة ولكن بين قصين ضروري جدا تكونوا فهمين إنه إحنا قاعدين ننتظر الإجابات المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لأسئلة النصوص من هنا أستاذي الدوسية أستاذي كاملة متكاملة ولكن ننقصها الإجابات عشان ما نتشتت يا أستاذي ونعرف شو الإجابة اللي رحيش نعتمدها فلذلك ننتظر دليل المعلم هنا أستاذي في عندك فهرست خاص بالقواعد من ضمن الدوسية طبعا هاي القواعد قسمناها لقواعد اسمها قواعد نحو يا طارق قواعد نحو يا طارق حلو وفي عندي قواعد بلاغة فلذلك أستاذي اليوم إن شاء الله بإذن الله في هذه حصة ننطلق معا لأسلوب الجزم في جواب الطلب ونقول بسم الله وعلى بركة الله حضرت لكم اللوح إن شاء الله بإذن الله تتعودوا على هاي الشاشة وتقول أموركم كلها وإيه بالسليم وأشوفكم يا ربي أعلى المراتب الآن أستاذي رح أبلج أنا وياك بالعنوان يعني رح أشرح أنا وياكم العنوان أول شي بعدين ندخل على أسلوب الجزم في جواب الطلب فانطلاقا من هذا المنهاج صراحي أستاذي هذا المنهاج بده تركيز بده أستاذي متابع أول بأول ولكن أكيد أستاذي ما بيخوف فإنتوا إن شاء الله بإذن الله قدها الآن أسلوب الجزم في جواب الطلب هذا عنوان إيش القاعدة حلو حلو هاي القاعدة تعتبر من قواعد النحو يعني فيها إعراب يولي أستاذ إعراب وحد الله شو بتحكي لا 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 الإعراب اللي هم بسيط إن شاء الله ولكن أكيد رح نبلش أستاذي تدريجيا ندخل في هاي القاعدة شوف من مين رح يشرح طارق أكيد رح أشرح من العنوان حلو العنوان بيحكي كبداية أسلوب الجزم حلو في جواب الطلب الآن أستاذي شو معنى أسلوب جزم حلو كلمة أسلوب جزم أستاذي شو يعني حلو الآن لما تحكي جزم اعرف إنها حالة إعرابية حالة إيش يا طارق حالة إعرابية كيف يعني حالة إعرابية زي لما تحكي والله مرفوع منصوب آه نحكي مجزوم طب من هو اللي باللغة العربية خصصناه بحالة الجزم شوفوا حالة إعرابية خاصة يا جماعة بمين يا طارق بالفعل المضارع بالفعل المضارع بالفعل المضارع تمام طيب يا طارق إذن بس الفعل المضارع اللي بنحكي عنه مجزوم ممتازين بس الفعل المضارع بنحكي عنه مجزوم طيب يا طارق الآن بعد ما عرفنا شو يعني أسلوب جزم ح워 طيب ليش لماذا تقول كلمة أسلوب؟ قال لك لأن هذه الحالة الإعرابية التي هي حالة الجزم حالة الجزم حلو هناك علامات ما هي علامات؟ ثلاث علامات هذه أستاذي للجزم خاصة للجزم في الفعل المضارع طبعا أنتم تعرفوا علامات الإعراب كلها علامات إعراب عندما تتبع حركة الحرف الأخير ممتاز حركة الحرف الأصلي الأخير فما تخافوا ما رح أدخل بالإعراب من البداية أكيد فهذا أسلوب يسأل الأجيال السابقة إن شاء الله بإذن الله عز وجل تأخذ القاعدة بيوسر وإن شاء الله بإذن الله تمهيد بسيط ورح تكون أمورك إن شاء الله بإذن الله عز وجل عالي العال يلا يا جماعة نفهم كمان شو يعني جواب الطلب لذلك تعالوا خنشوف جواب الطلب الآن أنا قسمت له قسمين أول شي خنفهم شو يعني طلب يا طارق حلو وبعدين نفهم شو يعني إيش جواب حلو كلمة طلب إيش يعني كلمة طلب اسمعني اسمعني أدرس طيب أجلس تمام اجتهدوا حلو اسعى حلو شو قابت تحكي قابت تطلبني تطلبني أدرس تطلبني أجلس تطلبنا كلنا إن نجتهد أولله صحيح فكلمة الطلب تعني في اللغة العربية يعني أنار صح في اللغة العربية ممكن نحكي النهي كمان بيجي كمان في باب الطلب ولكن صراحة في هاي القاعدة ضمن المنهاج لم يتطرق المنهاج لموضوع النهي ولكن كان كل موضوعنا على مين؟ على الأمر على مين؟ على الأمر فمنها نرايح لما أقول لك الطلب في قاعدتنا هاي بتقول للطلب يعني يا أستاذي فعل أمر فعل شو أمر طيب تعال أنا وياكم هيك ندخل في فعل الأمر شوي فعل الأمر يا جماعة بسيط جدا وسهل جدا تمام أعطينا أمثلة عليه حلو هسا لما قلت قبل شوي أدرس آه والله يا طارق أنت قلت أدرس يعني طلبتني آه والله طلبتني أدرس طيب ممتاز طب وكمان يا طارق طلبتني إيش آه إني أسعة بس شو قلت إسعة آه طب شو هذي طب هذي شو الشكلها هاي شو إسعة يا طارق هاي إسعة لا 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 هاي كانت هيك إسعة آه حذفنا الألف وحطينا فتحة طب أنا لما أقول لك إرمي بالله عليك وانتي بالله عليك مش طلبتكو آه والله طلبتنا إرمي آه شو كانت هاي هاي كانت إرمي هيك وحذف الياء وشو حط كسرة طيب أنا ما بدي الآن هيك نفوت بالإحراب بس هيك أعطيكو لمحة بسيطة شو يعني فعل أمر طب يا طارق لما نقول هسا ادعو شو هاي هاي كانت هيك يا جباعة ادعو آه هاي يا سادي حذفنا الوا وشو حطينا بامة المهم هاي كلها أشكال لفعل الأمر هاي فعل أمر ممتاز هذا أنا كمان يا طارق فعل أمر هايو آخر حرف علة وحذفنا حرف العلة وهذا كمان فعل أمر وهذا كمان فعل أمر ممتاز طيب بالله يا طارق بنطلبك طلب بقول كنت فضل وحلو هسا أنت كمان قلتنا كلنا اجتهدوا ها اجتهدوا ها والله صحيح طب وهنا كمان طلبتنا ومدام طلبتنا وفي هاي القاعدة إذا نعلم علم اليقين أنك بتحكي عن فعل ايش فعل أمر تمام تمام أنا بنبسط من اللي بيتبع عبارة حلو انه ركزه ها ركزه ركزه انه والله أستاذي الانسان حسن الإصغاء هو الانسان رح يفهم الانسان اللي بيسمع كويس هو الانسان رح يفهم ممتاز فلذلك أستاذي ما بدي تسمع اللي بديك يا ولي ما بديك يا ما تسمع لا بدي أركز مليون ان شاء الله بإذن الله عز وجل استهدوا يا طارق هذا شكل من أشكال فعل الأمر ورح نجي لها ان شاء الله بإذن الله حبة حبة طيب طارق إذا أستاذي حتى مرات ممكن نحكي شو لاثنين شو بنحكي لهم اجتهداء اجتهداء حلو هاي أشكال فعل الأمر وأنا حرفت أنه معنى كلمة طلب يعني أمر وفهمت من طارق أنه أسلوب الجزم الجزم حالة أعرابية خاصة بالفعل المضارع وكلمة أسلوب تعني أنه الجزم هذا الفعل المضارع ثلاث علامات حتى وسلسة ما دخل بالأعراب حلو طيب نجي هان أيضا أستاذي رح نفهم شو يعني كلمة جواب جواب الطلب إيش يعني يا طارق شوفوا شوفوا العبارة هاي كلمة جواب الطلب اللي هي نتيجة نتيجة الطلب نتيجة الطلب إيش سنسميها بنسميها جواب كيف يعني ركز واسمع كثير كويس بش أنا قلت لكم مش قلت أدرس آه والله قلت قلت أدرس طب لو واحد سعني أستاذ لو أنا رديت عليك ودرست شو النتيجة آه أدرس النتيجة تنجح أدرس تكافأ أدرس ممتاز لو قلت اجتهدوا تنالوا آه والله صحيح إذا إحنا اجتهدنا في نتيجة تنالوا النجاح فهمت إذن كلمة جواب تعني النتيجة نتيجة الطلب تسمى جواب حلو طب يا طارق مين عندنا في اللغة العربية يصلح أن يكون جواب للطلب من الأفعال قصدك آه من الأفعال يا طارق مش أنت قلتنا الطلب من الأفعال قصدك يعني فعل الأمر آه والله صح طيب من جواب الطلب من الأفعال آه من مين بزبط عليه نقوله هذا الجواب آه شوف فعل الفعل المضارع حلو الفعل المضارع حلو الفعل المضارع هو الذي يصلح أن يكون جوابا للطلب إذن من الفعل الذي يصلح أن يكون جوابا للطلب الفعل المضارع طارق تعال خنا ركب كل شيء بعقل حكيت اللي إياه آه تعال ركب يالله انت بتحكي عن جزم أول شي حكيتنا عن جزم حلو قلتنا الجزم هو حالة إعرابية خاصة بالفعل المضارع بعدين قلنا جزم جواب آه كلمة جواب حتى يا طارق أنت بتحكي أنه مضارع صح طب هنا في عندي أستاذي رابط مشترك بين كلمة الجزم والفعل المضارع إذن أنا بدي أجزم الجواب يعني بدي أجزم الفعل المضارع حلو آه في جواب الطلب حلو إذن هذا كله أستاذي جسد واحد هذا الجسد أستاذي بتكمل بإشراك يكتمل معنا لما نقول والله في عندي جواب طلب حلو كيف يكتمل عندما يكون هناك طلب لازم أبحث عن جواب الطلب وجواب الطلب بدي يكون مجزوم وهذا جواب الطلب بيكون فعل المضارع حلو وفعل المضارع مدامه مجزوم في جواب الطلب الآن يا طارق رح نتعرف على إيش على حالات إعرابه بس مش هسه ممكن في فيديو آخر عشان أكيد استاذ طارق ما بده يعججنا بده يفهمنا ومش جاي استاذ طارق يعني يعطينا الحسة وخلص لا 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 أم مش مستعجل وأكيد انتم مش مستعجلين آو لا تنسوا يا جماعة الله يرضى عليكم الآن إحنا صح ركسوا اتأخرنا ممكن لما نزلنا الحسة الأولى ولكن كونوا على يقين إنه إحنا رح إن شاء الله بإذن الله عز وجل ما رح يفوتنا شيء أكيد ورح نفهم إن شاء الله بإذن الله عز وجل شو المطلوب منه من المنهاج بالصاندي الآن بعد ما فهمنا هذا الكلام وطارق شرحنا شو يعني جزم والجزم اللي حالة العربية لفعل مضارع وكلمة جواب اللي هي فعل مضارع وكلمة طلب يعني فعل أمر إذن أنا بدي يكون في عندي فعل أمر وبعدين بدي يكون عندي فعل مضارع حلو طيب يا طارق فعل الأمر اللي هو طلب حلو وفعل المضارع هو جواب الطلب حلو تمام؟ بدوني تمام هاي فهمنا العنوان وكل شيء نقول بسم الله مثال ترتيب أفكار ممكن راح تستغرب من المصطلحات اللي راح أستخدمها أنا لما أقول لك مثال ترتيب أفكار أنا بدي ألملم لك كل شيء شرحته هذا حقك تمام؟ إيه تمام؟ يعم التزم في دراستك تنجح أنا كاتب هون يا جماعة عشان تكونوا بالصورة آه والله طب تعال وين فعل الطلب؟ عش أبحث؟ ابحث لي عن فعل أمر ابحث عن فعل أمر ممتاز الآن يا طارق لما اطلعت على الجملة فعل الأمر هو قاعد بطلبني طلبني يا طارق ألتزم ممتاز إذن فعل الطلب التزم ابداع طيبي طارق الآن بدي جواب طلب لأنك أنت طالبني هنا ترتيب أفكار بدي ترتيب أفكار يعني في عندي فعل لهو فعل الطلب وعندي جواب الطلب اطلاقا من هنا نركز شوي اسأل حالك هذا السؤال إيش إيش؟ اسألي اسألي اسأل نفسك ما نتيجة الالتزام يعني إذا أنا التزمت في دراستي شو النتيجة؟ آه والله يا طارق النتيجة بل بصراحة 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 تنجح آها إذن جواب الطلب اللي هو فعل مضارع حلو وفعل المضارع هنا من هو يا طارق؟ تنجح شوف اللي مش عارف الفعل المضارع الفعل المضارع يا جماعة هو فعل يدل على حدث حلو الآن أو ممكن في المستقبل حلو ودايما أنا بعلم طلابي عشان تتأكد إنه لو قدامك فعل مضارع حط بينك وبين نفسك لم لو قلت لم تنجح زابطة آه والله يا أستاذي زابطة طب لو قلت نجحة حلو إيش آي نباحة؟ نجح يال ناجحة حلو لو قلت لم نجحة لا هذا مش فعل مضارع إذن اللي بزبط عليه لم لم تنجح هذا فعل مضارع بس حبيت أعطيك هالمعلومة عشان أنت توثق من نفسك وتوثق شو يعني فعل شو مضارع تمام؟ إذن فعل مضارع يدل على الزمن الحاضر أو الحالي وهذا الفعل المضارع أستاذي اللي هو أستاذي زي تنجح هنا يسمى جواب الطلب عرفنا يا طارق كيف أطلع فعل الطلب؟ بدور على فعل أمر حلو كيف دللاقي أستاذي جواب الطلب؟ جواب الطلب فعل مضارع يا طارق؟ بس بسأل 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 فعل الطلب ما نتيجته؟ شو نتيجة الالتزام؟ شو نتيجة الالتزام في الدراسة؟ نتيجتها أكيد النجاح ممتاز أو تنجح هذا جواب الطلب انطلاقا من هان أستاذي شوف لي هاي الجملة وركز مليون طلع الآن في كثير طلاب بيقول لي أستاذي إنه أنا بصراحة أنا والله فجأة هيك أستاذي أنا سموني توجيه الغفلة ما بعرف وإن سر التوجيه يا سيدي إن شاء الله بإذن الله إنها خير لكم إن شاء الله بإذن الله هذا النظام يكون إن شاء الله وجه السعد عليكم يالا حافظ على صلاتك يرفع أو يرفع الله قدرك لو اطلعنا على هاي الجملة إيش بده منه طارق؟ أين فعل الطلب؟ آه أنا يعني فعل الطلب يعني أدور على فعل أمر يا طارق ممتاز إبداع إبداع يعني علي رفهم فعل الأمر يا طارق حافظ إبداع هذا هو فعل الأمر فعل الأمر حافظ ممتاز الآن بدي أدور على جواب الطلب جواب الطلب قال لي طارق شكله فعل مضارع آه طيب فعل المضارع يا طارق الآن أنا ميز لي يا سيد طارق إذا أنا لا سمح الله خربطت بحط بعقلي لم وبعرف بقرأه هيك مع لم إذا ضبطت قراءة بيكون هذا فعل مضارع هس ما علينا تعالوا ركزه كثير كويس شو نتيجة اللي بيحافظ على صلاته النتيجة إن الله عز وجل يرفع آه قدره ممتاز فكلمة يرفع 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 الله قدره أو يرفع الله قدرك ممتاز كلمة يرفع حلو لحالها مش فعل مضارع آه الله طارق هي فعل مضارع طيب كيف أتعكد منها اتعكدها لم يرفع آه الله صحيح الظابط كلمة يرفع لحالها على طول بفهم يا جماعة بالله عليكم أو هي بالسكون وحركت بالكسر منع من التقاء ساكنين كل هذه المصطلحات شوي شوي رح أحكي لك عنها بالترتيب ولكن أنا الآن ما بدي تخوض هيك معارك وبصراحة تطلع خسران لا أنا بدي ترتب أفكارك حبة حبة وهذا الدليل إن شاء الله بدي لعز وجل لأنك إنت لحالك قاعد تطلع وين تطلع جواب الطلب ممتاز إبداع جواب الطلب مين يرفع ممتاز يلا الآن شو سويت أكيد حدت لك أمثلة والأستاذ بالإعادة إفادة ولكن أكيد أستاذي مش الإعادة المملة الإعادة إن شاء الله بدي لعز وجل توصلني لإعلامة العالية يلا ثبت معلوماتك حدد فعل الطلب وجواب الطلب في الأمثلة الآتية اقرأ المثال وصحصح معي صحصح معي اصحوا باكرا تتحسن صحتك بكل بساطة قرأت الجملة الأولى بدك فعل الطلب بدور على فعل أمر لقيت كلمة اصحوا أهل كانت يا طارق بتذكرها هيك حديفة الواو حضم هذا فعل أمر ماشي ماشي إذن هذا الطلب هذا شوء الطلب الآن فكر معي شوي كيف أطلع جواب الطلب جواب الطلب طارق قال لي بيكون فعل إيش مضارع إبداع الآن يا جماعة بكل بساطة ما نتيجة الإنسان اللي بيصح آه فهمت اللي بيصح باكرا تتحسن صحت ممتاز إذن هذا اسمه جواب الطلب جواب إيش أطلب إبداع أخواني يلا ركزوا مليون روح على الجملة الثانية أتقن عملك تشعر براحة النفس بكل بساطة الآن أنا بدي طلب اطلب فعل أمر فعل الأمر آه طلبني إني أتقن هذا اسمه طلب طب يا طارق كيف نطلع جواب الطلب الآن شو نتيجة البطق نعمله النتيجة في نفس آه في نفس الجملة تشعر هذا اسمه جواب الطلب تلاحظه فعل أمر تلاحظه فعل مضارع إبداع الآن في ناس يقول طب سادة إذا كان هون سكون آخره يعني هون بيكون سكون لا 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 شوال ملاحظات هاي لا أوعى طب ما هي سكون هنا فيه إيش حذف حرف علا آه يعني إحنا لسه ما دخلنا بهذه الأشياء بس أنا بعرف أنه فيه ناس بنتبه في ذلك تلاييني قعد بفكر عنك وبجاوب الإشي اللي بخطر على بالك ولكن حبة حبة شوف لي المثال الثالث صلوا آه أنا بحكي مع جماعة عادي زي ما حكي لك والله صلي أو صلوا صلوا أنا جماعة حل صلوا في المسجد الأخصى المبارك تجدوا متعتل خشوعي أستاذ لما اطلعت على الجملة أنت شو طالبني ارجع على السؤال آه طالبني بدي فعل الطلب وين جواب الطلب ممتاز فعل الطلب فعل أمر طارق قال لي إبداع هذا اسمه فعل الطلب أو الطلب حلو طب يا طارق هاي فعل الطلب وين جواب الطلب اسأل نفسك أنا إذا صليت آه أنت طلبتني أصلي بالمسجد الأخصى شو النتيجة تجدوا متعة حلو الآن هذا اسمه جواب الطلب حلو إذا هذا اسمه طلب حلو وهذا اسمه جواب الطلب إبداع شايفين تجدوا فعل مبارع لم تجدوا آه شوف كيف طارق حط لم عشان يتأكد يا جماعة يلا هستكثير من الطلاب نركز بالثلاث أمثلة اللي فوق بيقول لك خلاص عرفت الطلب بيجي دايما أول الجملة حلو بعدين خلاص خلينا نفوت على الجملة الرابعة بالعمدة نحطيت لك الجملة الرابعة عشان تنتبه يا بني اجتهد ترى نتائج العمل الجاد بصراحة هانا أستاذي ما لازم أنت تركن على المواقع زي هيك لا خطأ لازم نتطور وإحنا بندور على فعل الطلب خلاص بدور على فعل أمر وإحنا بندور على جواب الطلب بندور على فعل مضارع الله يرضى عليكم يالله يا طارق وين فعل الطلب أها استهد هذا فعل الطلب فعل أمر استهد حلو طب وين جواب الطلب يا طارق آه إذا استهدت شو النتيجة ترى حلو النتيجة أنك أنت بتشاهد نتائج العمل الجاد أنت ترى نتائج العمل الجاد طب هاي شو هاي الكلمة آه هاي كانت هيك يا جماعة ترى فحذفت الألف وحطت مكانها فتحة آه لأنه أنا في عندي إيش اسمه فعل معتل الآخر طارق شو يعني معتل الآخر المعتل الآخر يعني آخر حرف علّة يعني زي ترى آخر حرف علّة حلو طيب يا طارق زي مثلا نرجو نرجو هذا فعل مضارع معتل الآخر حلو زي يا طارق مثلا مثلا ينسى ينسى حلو هذا فعل مضارع معتل الآخر تمام زي يا طارق يبني هذا فعل مضارع معتل الآخر آه فهنا حذف حرف العلّة وحط إيش الحركة التي تناسب حرف العلّة حرف العلّة أستاذي اللي هما ألف واو ياء ممتاز الألف بالحركات مين بيناسبها الفتحة؟ الواو بالحركات مين بيناسبها الضمة؟ طب والياء بالحركات مين بيناسبها الكسرة؟ كله بوقته حلو بس قاعد بمرّي لكم حبّة حبّة معلومات علشان بإذن الله لما نجي عليهم نكون إيش كإن هيك سامع فيهم من زمان يالا قولوا يارا ميز الجملة التي احتوت على جواب طلب من غيرها ما تستغرب من هذا السؤال هذا السؤال عشان تنمي مهارتك أو قدرتك على الإبداع حلو الآن أستاذي بصراحة قراءة حلو لحالها لا تكفي بدي قراءة أستاذي مع فهم قراءة مع تركيز وبتعرفوا أن هذا الشيء لا يكفي ليش؟ لأنه في ناس بيقرأ فهم تركيز ولكن لا يقرأ الجملة للآخر حلو اللي ما بيقرأ الجملة من بدايتها لآخرها رح يوقع في هذه القاعدة رح نقع إذا ما ركزوا إذا ما قرأنا الجملة من البداية للنهاية رح يصرف عني أشكالية وهذا حكمنا نبعد عنه يلا اقرأ الجملة الأولى التزم في صلاتك يا أخي بدك طلب؟ آه بدأ دور آه أوش بدأ دور على طلب؟ هاي طلب حلو تفضل دور لي على جواب طلب إذا آه نتيجة إنك تلتزم في صلاتك يا أخي أستاذي ما فيه جواب طلب؟ لا يوجد لا يوجد جواب طلب لا يوجد جواب طلب شو أسوي؟ إذا هاي الجملة ليست جملة أسلوب الجزم في جواب الطلب إذا ليس جملة جواب طلب ليش يا طارد؟ ما هي فيه طلب؟ عادي فيه طلب فيه فعل أمر آه فيه فعل أمر ممتاز ولكن لا تحوي الجملة على جواب طلب إذا هاي ليست الجملة المعلية في درسنا هذا حلو تمام شوفي المثال الثاني التزم في صلاتك يرفع الله قدرك أستاذي نفسي آه قعد أثبت معلومات ورجع لك بالعقل الآن هذا أستاذي طلب حلو الآن إذا أنا التزمت في صلاتي شو النتيجة؟ يرفع إذا هذا جواب الآن هاي الجملة فيها أمر آه بس ما فيها جواب للطلب الجملة الثانية فيها طلب وفيها جواب إذا هاي الجملة اللي بتلزمني هيك شكلها إذا طارد لما قلي بدي قراءة مع فهم مع تركيزه قراءة للجملة للنهاية فها مش بحكي وبيدي يوصلني لمرحلة عالية من الفهم والإدراكي نشوف هاني يا جماعة مع بعض حلو ملحوظات قراءة الجملة بفهم وتركيز حتى آخر كلمة ابحث عن الطلب أولا ثم عن جوابه حتى تتأكد إنه عندك جواب طلب لازم أولش تروع على الطلب بعدين ندور على شو يا طاري بعدين ندور على جواب الطلب إذا كان في طلب بس ما في جواب هاي الجملة لا تعنيني حلو ممكن أن تبدأ أشوف الملاحظة ممكن أن تبدأ الجملة بفعل الطلب اللي هو فعل الأمر ولا تحتوي على جواب الطلب يلا أعطيني كاميرتك هيك ورتب لي أفكارك ونقول بسم الله طيب احذر من توأم جواب الطلب شو يعني توأم جواب الطلب بالصف العاشر أول قاعدة بلشت فيها إيش اسمه أسلوب الشرط آه أسلوب الشرط يحتوي على أداة شرط فعل شرط جواب شرط آه والله صحيح أنا كنت مفكر إنه إحنا قاعدين ناخد جواب الشرط لا 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 هذا توأمه فلذلك بدنا نكون حاضرين فهذا أستاذي جواب الشرط هذا غدار ما إله ده آه يا طارق الآن ينبهني فيش اسمه جواب الشرط فيش اسمه جواب الطلب زي ما نبهني إنه مش كل جملة فيها طلب يعني فيها جواب ممتاز تعالوا هانا وركزوا مليون يا الآن يا طارق هاي بنسميها أداة شرط وتعتبر حرف شرط جازم تدرس حلو هذا اسمه فعل الشرط حلو طيب يا طارق أنا إذا درست شو النتيجة آه والله هذا جواب الشرط يا طارق طيب يا طارق الآن كيف عرفت إنه هذا أسلوب شرط؟ بدليل وجود بدليل وجود أداة شرط وفعل شرط عرفت إنه هذا اسمه أسلوب شرط يعني هذا اسمه جواب شرط طب هاي الجملة ادرس تنجح ابداع آه طارق هنا ما في عندي أداة شرط أدوات شرط نحن نتعرف عليهم لكن تعالوا شوفوا هاي الجملة ادرس لا والله يا طارق هذا طلب طب وين جواب الطلب؟ جواب الطلب تنجح طب يا طارق الآن أنا خلاص فهمت شو يعني جواب الشرط؟ شو يعني جواب الطلب؟ جواب الطلب ولكن أنا عارف لك فهمت لأنك هذا كله رح نثبته الآن بأمثلة نقول باسم الله طيب أستاذ كيف أفرق؟ حلو كيف أفرق يا أستاذ بين جواب الطلب وجواب الشرط شوف إذا احتوت الجملة على أداة شرط وفعل الشرط آه أداة الشرط زي إن تدرس هذا إن فعل أداة شرط وتدرس اللي هو فعل الشرط إذا احتوت الجملة على أداة شرط وفعل شرط خلاص بعرف يا طارق إنه هاي الجملة تعتبر أسلوب شرط واللي فيها اسمه جواب شرط مش جواب طلب ممتاز الان شوفوا هاي الجملة طلع طبعا قبل انا شوفوا هاي الجملة بدي تركزوا معي مليون بس شوي اه طيب هذول هن بعض ادوات الشرط من مش من يعني توجيه الفين وثمانية مش من من حرف جر انا بحكي من حلو من ما ان هي الهمزة تحت وانن عليها سكون دير بالكم منها حلو مهما اين ايانا اي حيثما كيفما عندي متى هذول الكل اللي راح حكي لكم عنهم بالتفصيل ولكن استاذي الجملة اللي فيها اداء من ادوات الشرط فيها جواب شرط وليس جواب طلب ابداع حلو شوفوا هاي الجملة عشان تنتبهوا من يتق الله يجعل له مخرجة طارق خلاص هاي من هاي اداة شرط يا طارق ممتاز هاي اداة شرط حلو تعتبر اسم شرط جازم طارق يتقي يتقي حلو هذا فعل الشرط يا طارق فعل شو الشرط اه اللي يتق الله شو النتيجة النتيجة يجعل يجعل هذا يا طارق جواب الشرط ممتاز اذا ديروا بالكم توأم جواب الطلب اللي هو جواب الشرط وجواب الشرط استاذي ديروا بالكم منه غدار انا جواب الطلب هنا ما يعنيني بس الطالب لازم يفرك بين جواب الطلب اللي بيكون في عندي فعل امر طلب بعدين جواب الطلب اللي هو فعل مضارع وجواب الشرط الذي يقع بعد أداة شرط وفعل شرط وهذا أستادي بنندير باندا منه ونركز مليون يرضى عليكم طيب معلومة مهمة حلو جملة جواب الطلب جملة جواب الطلب هي جملة شرط حلو جملة شو يا طارق جملة شرط تمام هي جملة شرط حذفة منها شوف شوف جواب الطلب ادرس تنجح هذا جواب طلب ان تدرس تنجح هذا جواب شرط طب شو الفرق بينهم شوفوا جملة جواب الطلب حلو هي سابقا جملة شرط حذفة منها أداة الشرط وحذفة منها فعل الشرط فتحولت إلى إيش يا طارق إلى جملة طلب شوفوا المثال ان زرت الأردنة تجد الكرم هسا إن أداة شرط عارفين زرت فعل الشرط جواب الشرط تجد الكرم صح صح الآن يا طارق هذا هذا اللي هون جواب شرط بدليل وجود مين بوجود إيش أداة الشرط ممتاز طيب يا طارق الآن انت شو اللي كاتبه فهمنا إياه شفتوا جواب الطلب ا جواب الطلب اللي هو فعل أمر بعدين فعل مضارع صح احنا قلنا إنه جواب الطلب زمان زمان كان إيش جملة شرط بلكن جواب الطلب حذف منه أداة الشرط وفعل الشرط فأصبح اسمه جواب الطلب تمام لذلك دير بالكم للغدار جواب الشرط نابد نيا دير بالكم منه جواب الشرط نابد نيا بيكون في أداة شرط فعل شرط جواب الشرط ممتاز اللي بدنا أياه فعل طلب فعل أمر بعدين جواب طلب اللي هو فعل إيش يا جماعة فعل مضارع طيب يا طارق هذا الكلام كيف بتترجموا على هذه الجملة هاي الجملة أسلوب شرط فيها أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط حلو الآن لو ركزنا شوي وحذفنا منها هاي الجملة أداة الشرط وحذفنا منها فعل الشرط شو بتصير وحولنا فعل الشرط لفعل طلب آه بتصير زور حلو آه الأردن حلو تمام تجد الكرم بيعين على الأردن وأهل الأردن يا الآن يا نشامة لو ركزنا شوي هذا صار اسمه طلب فعل الطلب اللي هو فعل الأمر وجواب الطلب اللي هو فعل مبارع صح إذن بنأكد المعلومة اللي فوق جملة جواب الطلب هيها هي جملة شرط حذفة منها أداة الشرط وفعل الشرط أداة الشرط وفعل الشرط شايف أداة شرط هون طب في فعل شرط هون لا ما فيه إبداع إذن هاي جملة 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 اسلوب شرط حلو لما نحذف منها أداة الشرط وفعل الشرط تتحول لجملة طلب الآن ركزه مليون عن اللي جاي نقول بسم الله يلا سؤال ميز الجملة التي إيش يا طارق الجملة التي احتوت على جواب الطلب والجملة التي احتوت على جواب الشرط الآن ممتاز يا طارق لازم أكون منتبه يلا ألف يا صديقي انتبه إلى شرح معلمك حلو تفهم الآن أستاذي بلشت من عند الطلب الطلب انتبه هذا فعل أمر الآن يا طارق هيك بحكي هذا جواب طلب طارق قال لي لأ دير بالك لما تلاقي فعل طلب لازم تدور على جواب الطلب فعل الطلب بيكون فعل أمر وجواب الطلب بيكون فعل مضارع يلا فعل المضارع وين أيه يا طارق هاي النتيجة اذا أنا انتبهت لشرح معلمي اه النتيجة ايش افهم ممتاز اذا اسمه هذا جواب الطلب اذا هاي الجملة الاولى فيها جواب طلب حلو شوفوا لي الجملة الثانية والله يا طارق واضحة من ينتبه إلى الشرح يفهمه اه شكرا 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 الان هون استاذي هاي اداة شرط وهذا فعل شرط وهذا يا طارق هذا اسمه جواب الشرط وجواب الشرط جواب الشرط غدار ما بلزمنا بالمشوار اكيد يا طارق ما بلزمنا حلو الان شوف لي الجملة جين انتبه يا صديقي إلى الشرح طارق هاي حكتنا عنها انه مش كل جملة تبدأ بطلب يعني امر بيكون فيها ايش جواب طالله امتبه يا صديقي إلى الشرح طب انا اذا انتبهت شو النتيجة هل النتيجة مذكورة هان لا مش مذكورة اذا هاي الجملة لا تمثل جواب طلب ولا تمثل اصلا اسلوب شرط هاي تمثل اسلوب شرط لانه فيه اداة شرط وفيه فعل شرط وهي جواب شرط هذه تمثل جواب الطلب لانه فيه فعل طلب فعل عمر ايضا في عندي الجواب بنفس الجملة فلذلك شوف كيف انا ضرب تلكه ثلاثة امثلة ولم نمنى كل ايش شرحناه بالتفصيل طيب اسلوب الجسم هسا صراحة يا جماعة رجعت على ايش اسمه الاعراب رح اخلي في عندي مدخل للحصة القادمة الحصة القادمة رح نحكي عن الاعراب ورح ندخل على امثلة الدوسية امثلة الكتاب ونشرحه ان شاء الله بذل الله بالتفصيل فمدخل الاعراب في هيك كم من دقيقة بس هذا استاذ الله يعني من الحصة القادمة رح نبلش لا الحصة القادمة رح نشرح الاعراب بالتفصيل اهمش تكون مثبت فعل الطلب وجواب الطلب وبتكون حذر من الاشي الغدار عشان ما توقع فيه اسلوب الجسم طارق قال هي حالة اعرابية لها ثلاث علامات خاصة بالفعل المضارع الا انت بتحكيلي في الفعل المضارع الفعل المضارع اللي معنا اللي هو جواب الطلب صح صح يلا كيف نعرف فعل المضارع اللي هو جواب الطلب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الان في عندي فراغ هنا شايفينه رح نكمله بواحد من ثلاث خيارات طب متى يا استاذي رح اعرف انه مجزوم بالسكون او بحذف حرف العلة او بحذف النون بالحصة الثانية ان شاء الله بإذن الله عز وجل طيب يا طارق الان بعد ما تعرفت على اعراب جواب الطلب اللي هو الفعل المضارع طب الفعل الامر اللي هو اللي هو فعل الطلب اللي هو اعراب اه مطلوب ولازم نكون من تبهيله طب كيف نعرف ايش استاذي اللي هو الطلب الطلب اللي هو فعل الامر حلو رح نعرف وان شاء الله انا وياكم فعل امر مبني على ايش استاذي هاي العبارة شوف اذا بتنسى او انت تنسى يا ويلكو فعل الامر دائما مبني وفعل المضارع في هذه القاعدة دائما مجزوم تمام طيب الفعل الامر مبني طب هنا فيه فراغ يا طارق شو رح اختار هاي عندك اربع اي اربعة خيارات لازم انت تكون عارف ممكن يكون مبني على السكون ومتى يكون مبني على السكون حذف حرف العلة ومتى يكون مبني على حذف حرف العلة حذف النون ومتى يكون مبني على حذف النون وعلى الفتح ومتى يكون مبني على الفتح لذلك أستاذي هذا مدخلنا للحصة الجاي ونكون إن شاء الله محاضرين حالنا للحصة الجاي راح تكون حصة إيش؟ إعراب فعل الطلب وإعراب جواب الطلب وأيضا إن شاء الله بدني الله عز وجل نشيك على كل أمثلة إيش الكتاب دمتم في رعاية الله سلامنا الله عليكم يا عظماء